موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وسعدتم صباحا أهلا بكم في نشاط الأخبار نقدم لكم من قناة ميديا نيوز بالجزائر وليكم أبرز العنوين الرئيس بوتفليقة يستقبل مستشار الدولة لجمهورية الصين مواطن الرحمنية بالجزائر العاصمة يطالبون سلوطة المحلية بالتدخل لحل مشاكلهم جمعية أصدقاء خميس مليانا تنظم الجائزة الكوبرا أحمد كامير في شان الصحراوي محمد عبد العزيز يؤكد بأن عقد منتدى كراسمونتانا في مدينة الدخلة انتهاكون للقانون الدولي دوليا بوتين يصرح هناك محاولات لتجميد تنمية روسيا ولن نقبل بزعامة وحادية للعالم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام للتفاصيل والبداية بالجزائر حيث استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت بالجزائر العاصمة مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية يانج جيشي وجرى لقاء بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون الخارجية هرمطال عمامرة والوزير المتدب المكلف بشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل وقد حل يانج جيشي يوم السبت بالجزائر في زيارة على رأس وفد هام وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أوضح أن هذه الزيارة التي تدوم يومين وتأتي في أقل من سنة بعد قرار رئيسي الدولتين الارتقاء بالعلاقات الجزائرية الصينية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تندرج في إطار المشاورات المتظمة بين الجزائر وبكين في وقت يعرف فيه التعاون ثنائي ديناميكية حقيقية في شتى المجالات أذانت الجزائر بشدة لإعتداءات الإرهابية المخترفة من قبل جماعة بوكو حرام في مدى فوتوكول بالكاميرون وبوسو وديفا بالنيجر معربة عن تضامنها مع الشعوب الشقيقة لكل من نيجيريا كاميرون والنيجر واتشاد وحكومتها حسب ما أفد به يوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية وضف البيان أن تنامي العنف والاغتيالات والاختطافات وعمال التخريب في نيجيريا والبلدان المجاورة على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية يشكل مصدر قلق وتهديد خطير للسلم والاستقرار في إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى وفي الأحوال الجوية تسببت الأمطار والثلوج التي تساقطت خلال اليومين الأخيرين على عديد ولايات الوطن في قطع العديد من الطرق الوطنية والولائية أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج على مستوى تسع ولايات حسب ما أفد به يوم السبت بيان للدرك الوطني الوضع لا يختلف كثيرا بين مختلف جهات الوطن حيث أدى تراكم الثلوج والأمطار إلى انقطاع حركة المرور بولايات بومرداس غليزان تيسمسيلت الأغواط بجايا سكيكدا تيزيوزو البويرة والمدية كما أدت هذه الاضطرابات الجوية إلى غلق العديد من المدارس لصعوبة الالتحاق بها كذلك تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة في الساعات الأخيرة إلى تسجيل عديد الاختناقات والوفيات في عدة مناطق كما تم إنقاذ عائلات أخرى قبل أن يتسبب هذا الأخير باختناقهم ولا تزال حالة الاختناق الناجمة عن الاستعمال السيء للأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي تتكرر بولايات الوطن بالرغم من عديد العملية التحسيسية التي تم القيام بها بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء والغاز قيادة الدرك الوطني أكدت أيضا أن وحداتها انتشرت على مجموعة الطرقات لمساعدة المواطنين إلى ذلك أفادت مصالح الإرصاد الجوية إلى أن هذه الاضطرابات الجوية ستتواصل إلى غاية يوم الأحد حيث يشهد تحسن ابتداء من يوم الاثنين حشية دخول بعض النقابات في إضراب أكدت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط يوم السبت أن المفاوضات مع كل شركة مستمرة ولن تنقطع لحل المشاكل مشيرة إلى ضرورة توفر نية صديقة لتحقيق النتائج نتابع التقرير التالي الوزيرة بن غبريط على هامش حفل تكريم الفائزين في المصابقة الدولية للراسمة التي نظمتها وزارة التضامن الوطني شددت على أن أبواب وزارتها الوطنية مفتوحة من أجل إيجاد حلول للمشاكل شريطة توفر نية صادقة لدى الطرفين في غضون ذلك دعت المسؤولة الأولى على قطاع التربية في الجزائر نقابات التربية التي تطالب بمراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي لقطاع التربية إلى عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت على حد قوله الوزيرة نوريا بن غبريط في شأن الاجتماعي تعيش العشرات من العائلات في حياة رحمانية بالعاصمة وتحديدا حياة نعمان بالعمر أوضاعا إنسانية غاية في المعاناة والبؤس خدمات منعدمة ومخاطر تهدد الأطفال في كل لحظة الزميلة خديجة أسماء ودي زارة الحي وعدت بالتقرير التالي الداخل للنعمان بالعمر بالرحمانية يخيل إليه أنه في مكان يعود إلى العصور الوسطى بيوت قصديرية مصنوعة من القصب والطوب مهدمها آيل للانهيار فوق رؤوس أصحابها هذا فضل العلمية الصرف الصحي والقمامة والرطوبة الشديدة التي يقول سكان إنها سببت لأبنائهم مراضا مزمنة كالحساسية الرب والقصور الكلوي السكان ناشد السلطات العمومية بضرورة التدخل العاجل لحل مشاكلهم نطلبونهم السكنة إن شاء الله في أقرب وقت يعطوننا سكنة باركات من الهانة هذه بالنسبة للحي نعمال العمري البنيان الفوضوي هذا عدنا 151 يرحي مسجلة إلى يومنا هذا والدراسات تتعلم ملف فتحهم على مساوى المقاطعة زيرالداء الإدارية إن شاء الله عن قريب في الأيام هذه القريبة إن شاء الله نشوفوا الملف فتحهم ويبقى سكان في انتظار أن يشملهم قرار القضاء على سكنات الهشة في أقرب العاجل نظمت جمعية أصدقاء خميس مليانا بالتنسيق مع نادي الدراجات الخميس وجمعية الفكر والإبداع الثقافية وبتعاون مع الرابط الولائي للدراجات الهوائية يوم السبت الجايزة الكبرى أحمد كامير تكريما لروح المجاهد الراحل خماش أحمد المدعو كامير نتابع التقرير التالي تخلل برنامج الجايزة الكبرى أحمد كامير تنظيم سباق للدراجات الهوائية على مضمار مغلق بلغت مسافته الإجمالية 60 كم من نقطة انطلاق ونهاية ببلدية خميس مليانا مرورا على بلدية جليدة وبلدية برج الأمير خالد وبلدية بير والدخليفة هذه التظاهرات شرقتنا تنقلتهم على حشرة العديدة منصبها ومحلاء بكرة تعالى من فضل كامير وقد عادت المرتبة الأولى إلى المشارك ناسيم غليمي من نادي مجد البوليدة بزمن قدره ساعة و57 دقيقة و29 ثانية متبوعا بالمشارك أسامة شبلاوي من جمعية البوليدة وحل في المركز الثالث أيوب حبو من نادي أمن الجزائر هذا وأكد معظم المشاركون والمنظمون لنوميديا نيوز أن هذه التظاهرة تقليدا وموعدا سنويا يساهم في تنمية المنطقة ثقافيا وفنيا ورياضيا وسياسيا واقتصاديا كما ستعمل على اكتشاف مظاهر التنوع الثقافي والفن والتاريخي والمساهمة في التعريف بالخصوصيات والمميزات التي تزخر بها منطقة خميس مليانا خصوصا والوسط الجزائر عموما بالرغم من المعوقات والعراقيل التي تواجهها رياضة الدراجات الهوائية مدينة خميس مليانا عريقة في المشارك رياضي وخاصة في الدراجات الهوائية اليوم جمعها مدينة مرحوم رئيس جمعية الدراجات جمعية اصدقاء خميس جمعية ثقافية اخضاء مبادرة نعمل شوية ونقول لك باللي جبدو العظام الميث من قبر استعملوا شوية لدينا تعوحيوها من قبر باش يدوم في دم الزمن تاريخ العسيد من أبطل الجزائر وكان من مؤسسين الفيدرالية الوطنية الإسلامية اليوم اليوم السيبق بحيث الشيء اللي نقضل نتلم عليه على مستوى 48 ولاية يعود لردع ثقافة الدراج يعني الدراج هو بمتابة نقول للعقل السليم في الجسم السليم ولكن للأسف الشديد احنا الثقافات 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 الأخرى معدومة تماما وبالتالي هذا الشباب الآن ماذا بنا اليوم لا إذا كان يعني نعلم راية الجزائر في المحافة الدولية واختتمت التظاهرة بحفل شعبي أطرب خلاله عبدالقادر شاع أحد أشهر نجوم الأغنية الشعبية الجمهور الحاضر بأغاني الشعب الأصيل المستوحات من التراث الموسيقي العاصمي بقاعة الحفلات أكد الرئيس الصحراوي محمد عبدالعزيز في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون أن تنظيم منتدى كرانس موتانا سويسري في مدينة الدخل المحتلة انتهاكا جسيما للقانون الدولي ووضح رئيس الصحراوي في رسالته أنه بصفته رئيسا للصحراء الغربية وأمينا عاما لجبهة البوليزاريو يريد لفت انتباه بانكيمون وبطريقة استعجالية إلى خطط المغرب ومتدى كرانس موتانا سويسري لتنظيم ملتاقى دولي في مدينة الدخل في الصحراء الغربية مؤكدا أن المغرب بصفته محتل غير شرعي لا يحق له الدخول في أي ترتيبات مع طرف ثالثة للتصرف في الإقليم وفي اليمن وبعد أسابيع من الترقب عقب اجتياح جماعة أنصار الله للعاصمة صنعاء حدث ما كان متوقعا حيث أصدرت جماعة الحوث مساء الجمعة عن إعلان دستوري من طرف واحد وبات تواجد الحوثيين على هرم السلطة في اليمن أمرا واقعا يأتي هذا فيما أدانت دول مجلس التعاون العملية ووصفتها بالانقلاب نتابع التقرير التالي الأعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون بالقصر الجمهوري في العاصمة صنعاء بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيين يشمل تشكيلة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء وتشكيل مجلس وطني انتقالي من خمسمائة وواحد وخمس عضوان يحل محل البرلمان المنحل وأكد البيان على أنه سيتم الاستمرار بالعمل بالدستوري اليمني الحالي في حالة ما لم يتعارض مع مواد الإعلان الدستوري كما أشار إلى أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حصن الجوار وعدم التدخل واعتماد الوسائل السلمية لحل المنازعات معتبرا أن اللجنة التورية العليا هي المعبر عن الطورة بحيث تمثلها اللجان التورية في أنحاء البلاد الأعلان الدستوري يؤكد أيضا أن اللجنة التورية تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمله واستقراره كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستتخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة من جهة أخرى قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية قلقة مما وصفته بفراغ السلطة في اليمن بعد قيام الحوتيين بحل البرلمان وأعلانهم عن تشكيل مجلس رئاسي جديد وفي ملف الوضع الأمن بالعراق قتل ستة وثلاثون شخصا في حصيلة أولية وأصيب آخر يوم السبت السابع من ففري نتيجة تفجيرين وسط بغداد نجم التفجيران عن هجومين انتحاريين أحدهم على مطعم والثاني داخل السوق العربي في بغداد وفاد مصدر من الشرطة أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل جثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي والجرحة إلى أقرب مستشفى لتلاقي العلاج من جهة أخرى فجر تنظيم داعش في وقت متأخر من يوم الجمعة جسرا استراتيجيا في مدينة كاركوك يربط المدينة مع مجمع نهروان الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في جنوب كاركوك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت السابع من ففري أن ما يجري حاليا ليس حربا ضد روسيا بل محاولة لتجميد تنميتها مؤكدا أن نظاما عالميا يقوده زعيم واحد أمر لن تقبل به موسكو قال فلاديمير بوتين خلال اجتماع اتحاد النقبات الروسية في مدينة سوتي لا توجد حرب ضد روسيا مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك محاولة تجميد تطور الدولة عبر طرق مختلفة إلى جانب محاولة إخفاء النظام الذي تشكل في العالم في العقود الأخيرة عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وهو نظام زعيم واحد وغير مشروط يرغب في أن يبقى وضعه على ما يكون عليها وضاف الرئيس الروسي أن ذلك الزعيم يعتبر أنه يمكن أن يفعل كل شيء وأما الآخرون فيمكن لهم أن يفعل فقط ما يسمح به الزعيم ووفق مصالحه البحثة نختم أخبار النشرة بالثقافة حيث رحلت مساء أمس بالعاصمة الفرنسية باريز الكاتبة الجزائرية عضو الأكاديمية الفرنسية الروائية آسيا جبار عن عمر يناهز 78 سنة الأديب الرحلة عانت في آخر حياتها من مرض السرطان المزمن والذي ألزمها الفراش لشهور عدة آسيا جبار واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء اسم يختصر ستة عقود من الكتابة والإبداع آسيا جبار الروائية الجزائرية التي ولدت عام 1936 بمدينة شرشال عرفت بحسها الأنثوي في الكتابة وتمردها على الكثير من العادات والتقاليد نشرت أول أعمالها الروائية عام 1953 ولم تبلغ العشرين من عمرها بعد بعنوان العطش لتتوالى بعدها إنجازاتها في مجال الأدبي بأنواعه والإخراج السينمائي والعمل الصحفي فازت آسيا جبار بعدة جوائز عالمية ورشحت لجائزة نوبل للأداب عام 2009 وقبلها انتخبت عضوا في الأكاديمية الفرنسية عام 2005 لتصبح أول عربية وخامس امرأة وأول شخصية من المغرب العربي تدخل الأكاديمية الفرنسية آسيا جبار كانت حلما للكثيرين لنيل جائزة نوبل للأداب لكن لجنة العاصمة السويدية أبت أن تنصفها ليبقى عنوان وفاتها في موقع جمعية أصدقاء آسيا جبار قاسيا ومؤلما آسيا جبار في ذمة الله وإننا للفقد لمحزنون في ختام النشرة إليكم تذكير بأهم العنوين الرئيس بوتفليقة يستقبل مستشار الدولة لجمهورية الصين مواطن الرحمنية بالجزائر العاصمة يطالبون سلطة المحلية بالتدخل لحل مشاكلهم جمعية أصدقاء خميس مليانة تنظم الجائزة الكوبرا أحمد كامير في شان الصحراوي محمد عبد العزيز يؤكد بأن عقد منتدى كراسمونتانا في مدينة الدخلة انتهاكون للقانون الدولي دوليا بوتين يصرح هناك محاولات لتجميد تنمية روسيا ولن نقبل بزعامة وحادية للعالم نهاية نشرة الإخبارية لمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي متابعة شيقة لباقي بارامج نوميديا نيوز في أمان الله اشتركوا في القناة